في الملاحظة الرابعة أو في المقدمة الرابعة من مجموعة المقدمات التي ذكرتها لكم في الحلقة الماضية لغة الأرقام التأريخية حدثتكم عن تأريخنا نحن الذين نقول من أننا آمنا بمحمد وآل محمد وابتدأت معكم بالأرقام من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى وصلت بكم تدريجا إلى يومنا هذا كل ذلك بإيجاز واختصار وبيان للتواريخ والأرقام السنوات بالتأريخ الهجري القمري من جملة ما ذكرته لكم حدثتكم بالإجمال عن مقطع زماني يمتد ما بين سنة 329 للهجرة وهي السنة التي انتهت فيها الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية وتحديداً في شهر شعبان من تلك السنة وما بين سنة 390 للهجرة والتي حددتها وفقاً للقرائن من أنها السنة التي يمكنني أن أقول بخصوصها أن مرجعية المفيد قد بلغت الذروة فيها ما بين ثلاثمية أو تسعة وعشرين وثلاثمية أو تسعين للهجرة هذه الفترة بالنسبة لنا في زماننا هذا لا تأثير لها صفحة وانطوت وإذا كان لها من تأثير فإنه تأثير مبثوث عبر الأجيال الشيعية وأتحدث عن أجيال علماء الشيعة عن أجيال مراجع الشيعة إذا كان لهذه الفترة من تأثير في زماننا فهو في الكتب فقط وتلك الكتب ليس لها من تأثير مباشر على حياتنا وعلى ديننا في زماننا هذا قلت لكم من أن مشكلتنا بدأت منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما انتخل الطوسي من بغداد إلى النجف وأسس حوزة النجف وأسس بشكل رسمي مذهبه المذهب الطوسي ولو أن الطوسية حينما مات لم يورث المرجعية لولده الجاهلي الناصبي أتحدث عن ناصبي شيعي هناك نواصب الشيعة ولست أنا الذي وضعت هذا المصطلح أئمت هنا وضعوا هذه المصطلحات لو أن ابن الطوسي لم يتصد للمرجعية وكانت المرجعية عند شخص آخر حتى لو كان من تلامذة الطوسي لما هيمن المذهب الطوسي على الواقع الشيعي وإلى يومنا هذا وإلى هذه الثانية لازال المذهب الطوسي الضال المنحرف عن العترة الطاهرة يسيطر على واقعنا الديني الشيعي أنا لا أريد أن أعيد هذا الكلام الذي ذكرته لكم في الحلقة الماضية وسيعاد ذكره في الحلقات القادمة ولكن بتفصيل أكثر إنما أريد أن أعطيكم صورة لأجل الفائدة كي تعرف كيف تسلسل التاريخ المرجعي الشيعي هذه الفترة ما بين سنة ثلاثمية أو تسعة وعشرين للهجرة حيث انتهت الغيبة الأولى في شهر شعبان وبدأت الغيبة الثانية في شهر شعبان سنة ثلاثمية وتسعة وعشرين إلى سنة ثلاثمية وتسعين للهجرة حيث بلغت بلغت مرجعية المفيد ذروتها في هذه الفترة ما هو حال المرجعية الشيعية بحسب المعطيات المتوفرة لدينا أول مرجع مشخص عندنا بعد انتهاء الغيبة الأولى وابتداء الغيبة الثانية أول مرجع عندنا هو الحسن ابن أبي عقيل العماني لا نعرف تأريخ ولادته لا نعرف بالضبط تأريخ ابتداء مرجعيته لا نعرف تأريخ وفاته أيضا هذا المرجع الأول الحسن ابن أبي عقيل العماني لا نعرف تأريخ ولادته لا نعرف تأريخ ابتداء مرجعيته بالضبط في أية سنة الشيعة رجعت إليه لكن الواضحة من القرائن منذ بدايات الغيبة الثانية ربما بعد سنة 329 ربما بسنة بسنتين صارت مرجعيته واضحة لدى الشيعة لأن الشيعة بعد أن علموا من أن الغيبة الأولى انتهت ومن أنه ليس هناك من سفير خاص عن الإمام الحجة صلوات الله عليه ومن أن الغيبة التامة الطويلة قد بدأت فأخذوا يبحثون عن شخص يرجعون إليه على أي حال بدأت مرجعية العماني هذا نحن في زماننا لا نمتلك شيئا من كتبه وإنما آراؤه مبثوثة في كتب علماء الشيعة ليس بأيدينا كتاب من كتبه وما يطبع من كتب تنسب إليه هذه جمعوها من أقواله المبثوثة في الكتب وإلا فنحن لا نمتلك كتابا من كتبه في زماننا هذا العماني لم يكن قد تواصل بشكل مباشر مع علماء الشيعة ليس بأيدينا من معلومات تخبرنا من أنه مثلا جاء إلى بغداد أو ذهب إلى قم في تلك الفترة أهم حواضر العلم الديني الشيعي كانت في بغداد وفي مدينة قم في إيران ربما يكون بعض العلماء في خراسان مثلا لكن الحواضر الأهم بغداد وقم فنحن لا نمتلك معلومات تخبرنا أن العمانية جاء إلى بغداد أو ذهب إلى قم العماني ولد كما يبدو وعاش في عمان وعمان في ذلك الوقت الخوارج يسيطرون عليها مثل ما الحال في زماننا الآن يبدو من القرائن أن جمعا من الشيعة كانوا يعيشون في تلك البلاد والحال في زماننا أيضا العماني كان يعيش في عمان وحينما انتشرت مرجعيته في الوسط الشيعي خصوصا في العراق الذي كان مركزا أساسيا ومهما للشيعة أخذ العلماء يراسلونه على سبيل المثال جعفر ابن قولوي صاحب كامل الزيارات وهو من أساتذة المفيد رسله رسل العمانية إلى عمان وطلب منه أن يمنحه إجازة في الرواية وإجازة في رواية كتبه فكتب إليه من عمان وأرسل إليه إجازة إلى بغداد وإنه نحن لا نمتلك الكثير من المعلومات عن تأريخ العماني هذا لكن شيئا واضحا من خلال آرائه المبثوثة في الكتب ومن خلال ما تحدث به العلماء عن آرائه في كتبهم فلقد تحدث المفيد وغير المفيد عن آرائه واضح أن الرجل كان مشبعا بالفكر الناصبي ولا أريد أن أفصل في القول أكثر من ذلك لأنني لست مهتما بالدراسة التفصيلية لهذه المرحلة لما بين 329 هجري و390 هجري قلت لكم هذه صفحة طويت آثارها لا تأثير لها في حياتنا اليوم هذا المرجع الأول العماني لابد أن تعرفوا أن العراقيين رجعوا إلى هذا المرجع الذي كان فكره مشبعا بالفكر الناصبي ولم يعود إلى عالم عراقي كان موجودا فيما بينهم وهو النعماني رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب الغيبة وصاحب التفسير لم يصلنا من تفسيره إلا المقدمة ضاع تفسيره وضاعت كتبه النعماني هذا كان عالما عملاقا كتبه التي وصلتنا تكشف عن ذلك لكن الشيعة ما رجعت إليه وما رجعت إلى أمثاله رجعت إلى العماني هذا ورجعت إلى عالم عراقي في بغداد هو أسوأ من العماني بكثير إنه محمد ابن أحمد ابن الجنيد الإسكافي البغدادي العماني العماني يلقب بالحذاء وهذا يلقب بالإسكافي العماني من ألقابه الحذاء الحسن ابن أبي عقيل الحذاء ضاعت الشيعة ما بين الحذاء والإسكافي الشيعة لا أدري لماذا يحبون الضياء ويحبون المتاهة يبحثون عن الذي يضحك عليهم يبحثون عن الذي يأخذهم في متاهة بعيدا عن العترة الطاهرة النعماني رضوان الله تعالى عليه كان بين أظهرهم اضطر النعماني لما واجهه من مجتمعه أن يخرج من العراق إلى الشام ومات هناك في الشام هذه حكاية الشيعة على طول الخط يتسكعون في المتاهات لماذا لماذا هذه آثار قديمة تعود إلى أيام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما كان في الكوفة وهو يقول لهم ما طبكم ما دواءكم هذا السؤال لزال يتردد إلى هذه اللحظة نذهب إلى فاصل وصلنا إلى المرجع الثاني وهو محمد ابن أحمد ابن الجنيد الإسكافي البغدادي أصله كما يبدو من المعطيات التي عندنا من منطقة النهروانات يعني من محافظة إديالا في أيامنا هذه هذا الرجل فكره الآخر مشبع بالفكر الناصبي أيضا يدافعون عن يرقعون له هذه حكاية تفاصيلها كثيرة ولا أريد الخوض فيها هو الأخر أيضا لا نعرف تأريخ ولادته ولا نعرف بالضبط متى بدأت مرجعيته ولا نعرف كذلك تأريخ وفاته ولم يبقى من كتبه إلا ما هو مبثوث في كتب العلماء وما ينسب إليه من الأقوال والآراء فمرجعية الأول ملامحها بالنسبة لنا ليست واضحة أتحدث عن العماني ومرجعية الثاني كذلك ما عندنا إلا نزر يسير من المعطيات والمعلومات لكن شيئا واضحا مما بقي من آثار هذين الرجلين من آثار هذين المرجعين ما بقي من آثار هم بين أيدينا وما قاله العلماء من أمثال المفيد والمرتضى والطوس إن كان مدحا أو كان ذما من بين كل تلك المعطيات هناك شيء واضح على الأقل بالنسبة لي أنا مطمئن لقوله من أن الرجلين هذين هما الذين فتح الباب واسعا للفكر الناصبي لفكري سقيفة بني ساعد أن يتسرب إلى الواقع الشيعي وبطريقة مشرعنة شرعنة شرعنوا الفكرة الناصبية في الواقع الشيعي والشيعة بسبب خيبتهم وبسبب ديخيتهم وبسبب غبائهم أخذوا يتراكضون بهذا الاتجاه ولا زالوا يتراكضون نحو نحو الجهة التي تأخذهم بعيدا عن إمام زمانهم هذه مشكلة الشيعة عموما وشيعة العراق خصوصا والطامة الكبرى مستقبلهم مستقبل سيء مع إمام زمانه الروايات تخبرنا هكذا تخبرنا عن أن شيعة العراق بقيادة مراجعهم بقيادة عمائم النجف وكربلاء سيحاربون إمام زمانهم هذه النتائج بسبب هذه المقدمات مقدمات بدأت منذ بداية عصر الغيبة الكبرى ولا زالت تترى فيما بيننا حوزة النجف امتداد طبيعي لذلك الضلال وضلال حوزة النجف أشد بكثير من ضلال الشيعة في هذه المرحلة في مرحلة العماني والإسكافي البغدادي لأن الرجلين لم يؤسس مذهبان الطوسي المشؤوم هو الذي أسس مذهبان لا ندري ربما لو طال بهما العمر لأسس مذهبان لكن المعطيات المتوفرة عندنا لا تشير إلى أن العمانية قد أسس مذهبا أو أن الإسكافية قد أسس مذهبا الرجلان ألف وعلم وأعطي الإجازات للعلماء وأصدر الفتاوى بحسب ما يعتقدان ونحن لا نريد أن نحاسب أحدا على نيته لا علم لنا بالنوايا مثلما لا نريد من أحد أن يحاسبنا على نوايانا فإننا لا نحاسب الآخرين على نواياهم إنما نتحدث عن الوقائع المحسوسة والملموسة على الأرض ومن هنا فإنني حينما سأحدثكم عن الطوسي سأحدثكم وأقرأ عليكم من كتبه لا من مصدر آخر لنذهب إلى مكان آخر سأقرأ عليكم من كتبه عدنا مثل في الثقافة الشعبية العراقية يقولون الردي من لحم ثورة وطعمة إنني سأفعل هذا مع هذا الردي مع الطوسي سأطعمه من لحم ثورة سأخرج ضلاله من كتبه والهس من مكان آخر وسأثبت لكم ضلال مذهبه الحقير أتحدث عن المذهب الطوسي سأثبت لكم ضلال مذهبه وانحرافه الواضح عن العترة الطاهرة من كتبه ومن كتبه التي تفتخر الشيعة بها وتفتخر الحوزة الطوسية بها سيأتينا هذا اتباعا ابتداء من حلقة يوم غد وما بعدها صار واضحا البداية ليست موفقة بداية الشيعة في العراق ليست موفقة أتحدث عن بدايتهم منذ أن انتهت الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية بداية ليست موفقة واختيار خائب فاشل لمرجعية العماني في عمان ومرجعية الإسكافي البغدادي في بغداد من هنا بدأت خيبتنا ترجمة نانسي قنقر